تشكل بلدة عكاب الواقعة إلى الشمال من مدينة طول كرم معاناة حقيقية ونموذجا حيا لافتقارها إلى الخدمات الضرورية ومنها مشكلة المياه التي أصبحت الهم الأكبر بعد مأساة الجدار والحصول على رغيف الخب نعاني كثير من كلة المياه لأنه بسبب أول شيء تنظيف ونستهلك كثير مياه ب300 و400 شيك المياه يعني كثير تغلب لحد ما لك الماء موجودة يعني بالتنظيف والاستعمال اليومي تعرف طبعا بالشرب وغير عن هذا الماء المطر أخرى ثكيلة على المعدة يعني بتلك طعم الماء مش الماء اللي تحب تشربها هاي هي مشكلتنا إحنا بالماء وتلقي مشكلة المياه بضلالها على الأهالي البالغ عددهم المئتي شخص بعد أن أصبحت هما إضافيا أثقل من كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة حيث يعتمدون بشكل أساسي على مياه الجمع شتاءا ونقل الصهاريج صيفا مشكلة كل واحد يعرفها يعني بقدر شيف مثلا الواحد أنه المي لما بدها تخلص من عنده المي كليلة عندك مثلا طول الصيف بجمع ميت الجلي إشتاء أسكي وردي أسكي شجرة بديها للدار أشبر معاناة هاي الوحدة لربية البيت مثلا ورغم الجهود الحفيثة والرسائل المتكررة من قبل المجلس القروي للحصول على مشاريع من أجل إيصال المياه للقرية لا تزال المشكلة عالقة والتقصير سيد الموقف وحقا نحن بحاجة لشبكة داخلية وخزان مي يعني حووز وخط خارجي خط ناكل من ناحية تقصير وحاصل تقصير موجود ليش موجود لأنه احنا منكدم طلبات احنا ناس يعني ما فيش عنا مي منكدم طلبات للحكم المحلي كل جهة المسؤولة من بجوز ست سبع سنيا وما حصلنا نحو العاية تجاوب وفيش نتيجة يعني تقصير انه احنا منكدم طلبات وبردون يعني ما ما بتجاوبوش معنا كيف لازم يتجاوبوا هذا الاحساب تكلفة المشروع صح عالي شوي بس هذا الحاكم ما ببنعيش انه ما يتجاوبوش معنا ويبقى من مهام وزارة الحكم المحلي الارتقاء بخدمات التجمعات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة اولوية توفير المياه للمواطنين من خلال هيئة المحلية وهي يمكن من الكرة بالفعل اللي بنقصها مثل هيك مشروع والمشكلة تتعلق يمكن بدرجة اولى خلنقول حجم السكان عندهم حجم قليل نسبيا رغم انه الحاجة الشخصية يعني ما بيحددها الحجم السكاني لكن الممول نظرت لهذا الامر على انه يقدم اي مشروع لخدمة عدد كبير من الناس بحيث انه تكلفته العالية يعني اللي يكون شيء يعني يشعر باثره على عدد كبير من الناس ويبلغ عدد التجمعات السكانية في طول كرم حوالي 36 تجمعاً وثلاث مجالس للخدمات المشتركة في وقت تقوم به الوزارة بتنفيذ مشروع دمج الهيئات المحلية المتقاربة جغرافياً والمتجانسة اجتماعياً لتقديم خدمات أفضل الممول يعني خلينا نقول مش ملزم بحنا كشعب فلسطيني انه يواصل لنا كل المشاريع المسؤولية الأولى والأخيرة أنا بحطها على المؤسساتنا وعلى الوزارات تاعتنا يعني من وزارة مالية من وزارة حكم محلة وزارة حكم محلة يعني مش أنا بقول حكم محلة طول كرم لأ كالوزارة اللي هي في فرام الله ديمي بنادوا بتعزيز الصمود تعزيز الصمود في إيجاد المشاريع لتعزيز الصمود المواطن على أرضه فياريت لو أنه يكثف من جهودهم ويتم إيجاد آلي لتوصيل المياه لكرية عكابة لأنها بتعاني أشد المعاناة في المياه نداءات واستغاثات وصيحات لم تحرك ساكنا وبالمقابل وعودات واهتمامات من قبل الجهات المعنية لم ترى النور فهل ستحمل الأيام المقبلة شيء من الحلول؟ همستاية تلفزيون الفجر الجديد طول كرم اليوم